خلينا نروح لخبر آخر لا علاقة بكرة السلة نادي الأهل مبارح وكابتن خالد العودي أعلنوا التعاقد مع مؤمن طارق خيري نجم الفريق الأول وأحد الصاعدين لمدة أربع سنوات قادمة كابتن خالد العودي صرح أن هذا التعاقد يأتي في إطار دعم مجلس الإدارة في الحفاظ على مواهب الشابة لطلع الفرق المختلفة أو يعني تم تساعدها في الفرق المختلفة طبعا مش محتاجة وضح طبعا كابتن طارق خيري والد مؤمن طارق خيري هذا الشبل من داك الأسد وكابتن خالد العودي طبعا الفتر لفادي الشهد التعاقدات كثيرة الحقيقة مع لعبين كتير للحفاظ على قوام الفرق المختلفة طيب مؤمن أنا عايزة وضح أن كالعادة مؤمن مضى على بياض بعد الاتفاق على كل شيء وهو ده اللي بيميز النادي الأهلي يا جماعة أنا بقول لكم بتتفق خلاص بتمضي بتمشي اللي انت اتفقت عليه هو ده اللي بيكون في العادي وهو ده النادي الأهلي دايما عمرك ما تتفق على حاجة مش هتلاقيه في العقد وكل ما يطار عكس ذلك أنا نفسي حصل معي كده ومش محتاج أقول مفيش لعيب خرج من النادي الأهلي سواء محترف أو لعيب يعني خلص تعاقده مع النادي الأهلي وقال غير كده لما حد يقوله غير كده أعرف أن فيه مشكلة فيه أزمة عنده يعني مشكلة إنما النادي الأهلي عمره ما خلف عقده مع حد العقود بتتمدي على بياض اللي بنتفق معاه شفاويا خلاص لو مش هيبقى سنوات أو مقابل المادي لو النادي الأهلي مش محتاج يقول حاجة وعلى فكرة كابت خادر عودي كمان صرح في أحد اللقاءات عبر الراديو قال إن اللعيبة عايزة تجدد بالخمس والست والسبع سنين والله إذا ما بقول لكم دي حقيقة اللعيبة اللي بيتقلهم أربع سنوات بيقول لك يا كابتن طب خليهم خمسة طب خليهم ستة الاستقرار حب النادي كل الإمكانات اللي بيوفرها النادي الأهلي والحقيقة هنا دايما هفضل أشيد واشيد بدور كابتن محمود الخطيب الحقيقة رئيس النادي الإلعاب الأخرى الحقيقة النهاردة بتعيش أزهع سرها كدعم مدي كمعسكرات دعم فني يعني زي ما بيقولوا اللي عايزينه كله بيكون موجود فرع كرة اليد بياخد دعم كبير الكرة الطائرة ما فيش طلبات لمدير فني ما بتجابش طيب أنا عايز أكتر من كده كل التوفيق طبعا لنجمنا وكل التوفيق لكابتخاذ العودي ومجلس الإدارة بالكامل في الحفاظ على قوام الفريق ودعمه وإن شاء الله يعني